أعتقد بأنه كل من عمله في كأس الخليج سواء مراسل صحفي وسيلة علامية سوشال ميديا كل من عمله في كأس الخليج دعم البطولة فهذا إضافة مهمة ولا أعتقد بأنه بالقياسات لا أعتقد بأنه أي شخص أو أي وسيلة علامية فشلت الكل نجح باختلاف طرق النجاح اختلاف رؤية كل قناة من الذي كانت تريد القناة من النجاح كيف هو شكل النجاح الذي متوقع من القنوات تقييمات الجمهور منطقية جدا لأنه لسنوات عديدة عشنا حصار حتى إعلامي كنا وكأنما هو حوار الصم نتحدث مع الجدران تعود لنا أصواتنا نمتده العراق لأننا عراقين وهذا واجبنا لكن بوجود قنوات عربية موجودة في داخل البصرة هم كانوا حتى في مناسبات أخرى يمتدهون العراق لأنهم خارج العراق لكن حضورهم إلى العراق هذه إضافة مهمة وأعتقد دعم مهم وبالتالي قنوات هي محترمة ولاها جمهورها وهذا شيء طبيعي أبدا كل شخص اجتهد قدم ما عليه ونرحب بوجود قنوات أكثر ومكاتب لقنوات وسوديوهات لقنوات عربية هنا في العراق لأن هذا جزء من تسويق البلد إلى الخارج وهذه مهمة القنوات العربية أن القناة العراقية مهما تحدثت هي تبقى قناة عراقية مثل ما نسمع من قناة مصرية تتحدث عن مصر لا نستقرب لكن عندما نسمع قناة من دولة أخرى تتحدث عن مصر كمثال أو عن إمارات أو قطر هنا علامة الاستفهام ولأن العراق معزول لسنوات سعيدين جدا كنا بوجودهم والجمهور أيضا سعيد بالتالي يعني لا تثري أعتقد بأنه فهي هاي فترة كأس الخليج هناك فترات أخرى ستكون القنوات العراقية هي المالكة لألباب الجمهور العراق إن شاء الله